كشفت قائمة فوربس للأعلى أجر في العالم حصول المشاهير على 6 مليار ومليون دولار قبل الضرائب والرسوم خلال عام 2020 وقالت إن فيه انخفاض 200 مليون دولار عن عام 2019 وده بسبب الوباء العالمي وإغلاق الملاعب ووقف العروض في أنحاء العالم خلال أزمة فيروس كورونا ولكن رغم ذلك نجح عدد من المشاهير في الحصول على أجور وأرباح عالية اتخطط مئات الملايين كانت عرضت الأزياء كايلي جينر اللي عمرها 23 سنة الأعلى أجرا في العالم بأرباح 590 مليون دولار وبيجي بعدها نجم الراب كاني وست واللي حقق أرباح 170 مليون دولار قبل الضرائب والخصمات كده بيوصل صافي ثرواته لمليار و300 مليون دولار كتاني أعلى المشاهير أجرا في العالم حقق نجم كرة التنس روجر فيدرر أرباح 106 مليون و300 ألف دولار وهو من أشهر الرياضيين في العالم وبيجي بعده نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بأرباح 105 مليون دولار رفعت صافي ثرواته ل450 مليون دولار حقق نجم كرة القدم الارجنسيني اليون المسي أرباح 104 مليون دولار أرباح خلال 2020 وبعده الممثل والمخرج تايلر بيري بأرباح 97 مليون دولار وصافي ثرواته مليار دولار حقق نجم كرة القدم البرازيلي نيمار أرباح قيمتها 95.5 مليون دولار في 2020 خصوصا بعد ما انتقل من بارشلونا لباريس سان جيرمان بقيمة 222 مليون دولار ومقدم البرامج هوورد ستيرن دخل القيمة بأرباح 90 مليون دولار كتام أعلى المشاهير أجرا في العالم وحصل لبرون جيمس على المركز التاسع بأرباح 88 مليون و200 ألف دولار وفي المركز العاشر والأخير بيجي النجم دواين جونسون اللي حقق أرباح 87.5 مليون دولار في 2020 عشان يدخل قيمة العشرة الأعلى أجرا في العالم خصوصا أن أجروا 20 مليون دولار في كل فيلم